موسيقى موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة الأوضاع في جزيرة سقطرة بالتزامن مع أنبي وصول لجنة سعودية قيل أنها استقدمت لحل الإشكال بين الحكومة الشرعية والإمارات موسيقى قالت مصادر حكومية يمنية أن لجنة سعودية عليا وصلت إلى محافظة الخبيل سقطرة لحل الإشكال بين الحكومة اليمنية والإمارات والذي بلغ ذروته اليومين الماضيين وكانت الإمارات أرسلت خلال هذين اليومين قوة عسكرية سيطرت على أبرز المرافق السيادية في الجزيرة كرد على زيارة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء إليها وبقائه فيها عدة أيام من أجل افتتاح عدد من المشاريع التنموية وأشارت المصادر للأندول أن وصول اللجنة جاء بعد تواصل بين الرئيس عبد الربو منصرهادي مع القيادة السعودية ووضعها أمام الإشكال الحاصل نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين كيف تحول دور الإمارات من مساندة للشرعية إلى تقيضها والتوسع في الأراضي اليمنية وما هي الخيارات الحكومية اليمنية للتصدي لمطامع دولة الإمارات في اليمن قبل النقاش نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير ومن ثمن أود تحركات حكومية وتحركات إماراتية مضادة ميدانها الخارطة الجغرافية لجنوب اليمن فعلى وقع العروض العسكرية التي قدمتها تشكيلات مسلحة احتفل المجلس الانتقالي الجنوبي بالذكرى الأولى لإعلان عدن التاريخي رافعا العلم التشطيري مما كرس بحسب مراقبين استمرار حالة الانقلاب المسلح على الشرعية التي بدأت في يناير الماضي سبق الاحتفال المسلح للمجلس الانتقالي المغالي للإمارات انتشار مفاجر لقوات إماراتية في مطار سقطرة وصلت الأربعاء الماضي على مثل ثلاث طائرات تحمل قرابة مئة جندي إماراتي يؤكد دبلوماسيون أن التحركات الإماراتية في عدن وسقطرة تاتي كرد فعل على تحركات الحكومة التي قررت الخروج من الصمت وبسط سيطرتها فنشاط الحكومة برئاسة بن دغر في سقطرة والاستقبال الشعبي الكبير لها أثار حفيظة أبوظبي لكن التواجد العسكري المباغي تفيس قطرة المحافظة البعيدة عن المواجهات مع ميليشيا الحوثي كشف وفق ناشطين عن تخبط الإمارات ومطامعها غير الشرعية في اليمن ليس وحده النشاط الحكومي في سقطرة ما أغضب الإمارات فتشكيل الإتلاف الوطني الجنوبي المؤيد للشرعية أتى معاكسا لخط المجلس الانتقالي المؤيد للإمارات فالإتلاف الجديد يدعم مخرجات الحوار الوطني التي تنص على فكرة الدولة الاتحادية التحركات العملية للشرعية خصوصا منها تشكيل الإتلاف الجنوبي خلطت أوراق أبوظبي بنظر مراقبين ففي الوقت الذي بدى فيه المجلس الانتقالي متمردا ومعبرا عن رؤية أحادية انفصالية ظهر الإتلاف الجنوبي بشكل يعبر عن رؤى جنوبية مختلفة مما يمكن له أن يسحب بساط احتكار التحدث باسم الجنوب محليا ودوليا مجدد ترحيبكم مشاهدين الكرام كما أرحب بمن ينضم إلينا من سقطرة الناشط السياسي أحمد العرق أهلا بك أستاذ أحمد تسمعوني أستاذ أحمد نعم حياكم الله إذن ما هي آخر المستجدات في المحافظة أستاذ أحمد آخر المستجدات في وصول لبنة سعودية لسقطرة في صباح اليوم هذه اللبنة يعني قونا من يعني اللبنة رسيعة المستجدات يقونا من أنوية السعودية هذه اللبنة يعني النوع الغامضي والنوع الشاهي وعدي من الضباط وامتهادات في البحرية والدول السعودية طيب بالنسبة للتحركات نعم تفضل نعم اللبنة هذه خلال نزال أول ما روصلت إلى المقار يعني تواصلوا مع المحافظ وعنده خبر من راوكي لبنة وصولتها إلى سخطران كذا من الجانب السعودي المحافظة بجرده كالنسل الوكيد للوكيدة المحافظة هو قائد هو المشاهد حريق السعودي وقائد لأن القومي وقائد لأن السياسي إنهم بما وصلوا إلى المطار قائد لدفار بالرفض الشعودي لانتبال القوات السعوية القوات الإماراتية المتواجدة والمسائطة على المطار نعم يعني إلى الآن لم يحدث لقاء ما بين اللجنة السعودية والحكومة الشرعية والمسؤولين الحكوميين في سقطرة نعم اليوم اليوم ساعة أربع العشر يعني كان من لقاء بالجانب المجنة يعني التباق بالجانب الحكوري حضر المجردين الجانب الإماراتي في اللقاء لتنبق سمرلون في سقطرة اليوم ساعة أربع العشر يعني كان اللقاء وخرجوا ساعة ست ساعة يعني الحاصل في اللقاء أنه المنزولين المراكبين خرجوا قبل خرج الملينة نزلت في المنزولة القندق وخرجوا منزعدين جدا وبدأت على وجورهم عدم الرضا من الاجتماع وعدم الرضا من اللقاء بالحكومة يبدوا من خلال خروج المنزعجين أنه في يعني فيه جاب من عدم قبول للجنة وعدم قبول من حقومة للتواجد العقلي في سقطرة طيب هل من معلومات حول ما الذي تريده القوات أو ما هدف وصول القوات الإماراتية بهذا الشكل إلى سقطرة بالله يا أخير عزيز يعني الإماراتيين مستددين بإضافة عهم يعني أنا باعتقادي أن نجاح الهدد الحكومي في سقطرة وفتاحهم لبعض المشاريح ودعمهم ووضح جراسة لبعض المشاريح التنوية وهذا النجاح الضغر والاستقبال الشعبي للحكومة في سقطرة أجعد الإماراتيين كثيرا يعني اجعد تواجد الحكومة بأربع أيام على طول يعني نجال الجوي للقوات الإماراتية بجبابات والبرعات واحتلال للنيناء واحتلال للنطار ورق على أعلام الإماراتية على المناء والنطار يعني الشياسة الإماراتية العديد ضلق بطابعة العام يعني ما تشغط سياسي في الكيابات الإماراتية جدا يعني فتجدهم مستجددين من أبسط أشياء والعمر الحكومة حاجة طبيعية يعني الحكومة تجور أرضها وتجور أرض المرينية وتفتح مشاريع وتعمل تقدم خدمات هنوية في سقطرة من الطبيع يعني طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ أحمد من القاهرة رئيس تحريص صحيفة عدن الغدل أستاذ فتحي باللزرق أهلا بك أستاذ فتحي أهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة حياكم الله أستاذ فتحي إذن تطورات جديدة لجنة سعودية تصل إلى سقطرة كما يقول أستاذ أحمد تجتمع يخرج الجانب الإماراتي بغضب من هذا الاجتماع كيف ترى كل هذه التطورات التي تحدث في سقطرة منذ بدء زيارة رئيس الحكومة إلى هناك الحقيقة أن التحالف العربي في اليمن ظل الطريق وبدلا من أن يكرس جهوده لتحرير العاصمة اليمنية صنعة وعادة الحكومة الشرعية اليمنية إلى مكانها الحقيقي إلى إنهاء التمرد الحوفي نجد للأسف الشديد أن التحالف العربي اليوم باتت له الكثير من الأجندة السياسية التي باتت تضر للأسف الشديد أقولها وبكل صراحة وبكل أسف باتت هذه الأجندة تضر اليمن بشكل عام وتذهب باليمنيين خوب صراعات سياسية هم ليسوا بحاجة لها خوب خلافات ليس وقتها الآن التحالف العربي خارت له للأسف شديد أجندة خاصة ينفذها في مناطق كثيرة سوك في جنوب اليمن أو في شمال اليمن إذن لم تعد معركة التحالف العربي تحرير صنعاء ولا إعادة الحكومة الشرعية بقدر ما باتت محاولة لإضعاف الحكومة الشرعية التي للأسف الشديد لا تتزال تلتزم أصفاً حتى اليوم ولا تتزال تعطي ظهرها للتحالف لكي يمارس كل أنواع الانتهاكات بحق الحكومة إن كان هناك من ملام في الوضع اليمني فهي حكومة الرئيس هذه التي سكتت على كل هذه التجاوزات التي نراها اليوم في سقطرة ورأيناها قبلها في عدن ورأيناها في مناطق كثيرة لا الإماراتيون صادقين في موضوع انفصال القنوب ولا صادقين في أي قضايا أخرى للأسف شديد هذا الوضع في الأخير أقولها وبكل صراعة سيدفع اليمنيين لاحقا إلى مواقهة ما يحدث على الأرض ورفضه ليس من مصلحة التحالف العربي أن يعرق في اليمن وأن يبحث عن صراعة جديدة وأن يفتح نوافذ إشقاق جديدة من مصلحة التحالف العربي أولا أن تعود الحكومة الشرعية إلى صنعه وأن يطبق ما تحدث عنه منذ البداية أنه هناك محاولة لنصرة الحكومة الشرعية ونصرة الشعب اليمني ككل لكن الصراع الحاصل للأسف الشديد في اليمن لن يستفيد منه للإمارات ولا السعودية ولا الحكومة الشرعية سستفيد منه كل الأطراف المناهضة لهذه الأطراف وأن يحدث شيء لن يحدث هناك انتصار في القنوب وأن تحدث انتصار للتحالف على الحكومة الشرعية وأن تنتصر أيضا الحكومة الشرعية على التحالف هذا الصراع سيضر كل الأطراف سيضر الحكومة سيضر التحالف وسيضر كل الأطراف التي دحلت قبل ثلاثة أعوام من اليوم ضمن منظومة شراكة واحدة أو هكذا قيل للناس أنهم ذاهبون لاستعادة الشرعية هذا التحالف اليوم يعيش أسوأ 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 أوضاع يعني أستفتحي ما هو برأيك من خلال وجهة نظرك ما هو السبب الذي يدفع دولة الإمارات لإنزال قوات عسكرية على محافظة سقطرة التي لا توجد فيها في نهاية المطاف معارك مع ميليشيات الإنقلاب الحقيقة قبل يومين صحيفة الاندبندنت الثريطانية حذرت وقالت أن العالم بات ينظر إلى وضع الجزيرة على أنها تتعرض لإحتلال جديد جزيرة سقطرة أساسا هي محمية طبيعية وجود قوات عسكرية أو أمنية لأي طرف من الأطراف أمر غير مقبول سواء حتى كانت حتى على المستوى المحلي حتى الحكومة ليست ملزمة أو مطلوب منها أن تضع قوات عسكرية كبيرة في جزيرة هي أساسا محمية طبيعية فلماذا أساسا تذهب الإمارات إلى سوق قطرة هل هناك خطر حوثي؟ طبعا لا يقلس منه هناك خطر حوثي لكن الأمر هو في الأساس ضمن صراع دولي كبير سلع قطري، تركي، سعودي، إماراتي داخل منطقة البحر العربي أو خالي العدن هناك صراع دولي سلع قطرة للأسف شديد تدفع ثمنه لكن في الأخير الناس في اليمن لا يلوم الإمارات في الأخير الإمارات بلد أقنبي وسيرحى لليوم أو غدا لكن الناس تلوم من قاء بالإمارات من قاء بالإمارات هو الرئيس عبد الرببنصور هل وحكومته هؤلاء همين قاءوا بالإمارات وجاءوا بالسعودية وقالوا أنهم إذن بتصرح في الأراضي اليمنية إذن الناس لن تلوم إلا الرئيس هل على الرئيس هل أن يخرج عن صنطة ويقول للناس فيما إذا كان ما يحدث وضع طبيعي أو غير طبيعي مع أنه واضح للعيان أن السقطرة تذهب صوب صراع لن تستفيد منه سقطرة أهل سقطرة بحاجة إلى مشاريع إلى تنمية ليسوا بحاجة إلى مدرعات لأي طرف من أطراف لذلك الوضع العام في سقطرة أول من يتحمل هو الرئيس هذه وعلى الرئيس هذه أن يخرج عن صمتها ويقول للناس فيما إذا كان راضي عن ما يحدث في سقطرة فهنا يكون الأمر مختلف لكن أنتظر للحكومة تدير ظهرها لما يحدث في سقطرة وبعد وقوع الفاس في الراس تتحرح في هذا الأمر المرفوض ضملة وتصيلا من كل اليمنين اليمنين بشكل عام يرفضون أي تدخل أقنبي سواء كان إماراتي سواء كان قطري سواء كان تركي سواء كان اليمن ليست بحاجة إلى أي تدخل أقنبي التدخل الأقنبي الأسف الشديد أضر باليمن والدول العربية الأسف الشديد لم تقدم لليمن شيء حتى لحظة طيب أستاذ فرحي داني أعود إلى الأستاذ أحمد العرقبي في نقطة المزاج الشعبي أستاذ أحمد هل نقلت لنا بصورة أكبر كيف هي ردة فعل الناس حول ما يجري على الأرض في سقطرة أموراً أحمد أن أشد على يعني واضبة الأستاذ المتحدث من طائرة بشدة أحول مناسلة رئيس الجمهورية لوضحة لنعبض الإماراتي في اليمن في جنوب اليمن عموما وفي سقطرة بالتحليف لأن سقطرة تعتبر ضمن التراث العالم الطبيعي سقطرة محوية طبيعية عالمية تفزد هذه الخصوصية مع الحدث المتكاثر الإماراتيين في سقطرة لنزاق الشارع العام في سقطرة حلالي الشارع العام رافض بأي طراج بأسكرين أي بنيهات كاملة ما يجب على ألف عسكري متواجدين من أدلاء الخروج سقطرة ومتواجدين في المحافظة هم أولى بحماية وأمن وتعميل المحافظة ومحافظة ليست بحاجة للتواجد العسكري لا يوجد معنى لا قاعدة ولا داعش ولا أنصار حوتي أبدا لحنو شعب مسالم شعب آمن يجب مسالم آمن لا يوجد أي شيء حاجة مستنعزة والناس مستنعزة جدا للتواجد العسكري الإماراتي وراقبة بشدة التواجد العسكري الإماراتي في سقطرة نرحب بالتنمية نحن بحاجة يتنمية نحن بحاجة إلى أبسط أشياء كلموية في سقطرة يعني يتنظم بجبابات ومندرعات ليس بحاجة إليها بتاع البتة ليس بحاجة إليها فالناس رافضة الاحتنال الإماراتي في سقطرة أشكرك إذن الأستاذ أحمد العرق بالناشط السياسي كنت معنا عبد الهاتف من سقطرة بالعودة إليك أستاذ فتحي هذه الأمور كلها تزامنت مع تشكيل اتلاف جنوبي اتلاف سمية اتلاف الوطني الجنوبي وكذلك عرض عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي هل لهذا الأمر علاقة بما يجري في محافظة قريبة أو في منطقة قريبة وهي سقطرة شخصيا لا أعتقد موجود أي علاقة بين الطرفين ما حدث في عدم من عرض أسكري ومعرض تشكيل الاتلاف الوطني الجنوبي الأسف الشديد الجنوب ككل تحول إلى إلى ساحة صراع إقليمية كبيرة كبيرة جدا تتصارع فيها السعودية وقطر وتركيا والإمارات بالإضافة إلى أطراف سياسية يمنية لكن بالمجمل هناك اتلاف وطني جنوبي تم الإعلان عنه وهذا من حق فئة جنوبية أن تعلن ما تريد والمجلس الانتقالي تحرك منذ عام وهذا من حقه وأمر مكفول لكن المشهد هو ربما أكبر من العرض العسكري وأكبر من الاتلاف الوطني الذي يعلن عنه هناك صراع سياسي هناك صراع سياسي كبير داخل الجنوب منذ انتهاء الحرب عناصر هذه الصراع هي السعودية والإمارات وقطر والإصلاح وكل التيارات الأخرى كل هذه الأطراف السياسية للأسف شديد تتصارع فوق أنقاض حرب كبيرة كل هذه الأطراف لم تلتفت لحال المواطن العادي لم تذهب خوب تنمية هذه المحافظات المتضررة وعلى رأسها مدينة عدن ما يحدث هو جزء من صراع كبير السياسي انطلق منذ نهاية الحرب وحتى اللحظة هذا الصراع يستعر كل يوم أكثر وأكثر والمؤسف أن المواطن العادي في القنوب يتضرر كل يوم من هذا الصراع ما يحدث في سقاطرة ما يحدث في عدن ما يحدث في الطالع في كل المحافظات الجنوبية وحتى ما يحدث في تعز هو ضمن صراع خليقي خليقي للأسف الشديد ينجك اليمن ويزمر اليمن ويضيف لليمن أعباء إغرافية تضعف كل يوم أكثر أكثر أستاذ فتحي يبقى معي أرحب بمن ينضم إلينا الآن مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الراحبي أستاذ مختار وفقا للأحداث الأخيرة في سقاطرة وما يجري فيها هناك حديث كبير حول لماذا الشرعية صامتة إلى الآن ما الذي يحدث بالضبط الناس يتسألون إذا كانت هذه إفعال الإمارات لماذا إذن لا تخرج الشرعية بشكل واضح وتدين هذه الأفعال وحتى تطالب خروج الإمارات من اليمن أولا بالنسبة للشرعية أو لما سأل خير عليك وعلى المشاهدين وعلى المشاهدين وعلى الكرام جميعا بالنسبة للحكومة الحكومات تبنت نهج لا تتحدث في وسائل في كل الأزمات السابقة سواء التي حدثت في مدينة عدن أو ما حدث في محافظة أرخبيل سقطرة ما حدث اليوم في أرخبيل سقطرة هو أن الإمارات مستمرة في نهجها العبط وتتعامل مع اليمن ومع جزيرة سقطرة ومع بعض المناطق الأخرى في اليمن وكأنها مناطق إماراتية خالصة في الامارات المستمرة في إنشاء تشكيلات عسكرية مسلحة خارج إطار الدولة وهذه طبعا أعمال لم يأتي التحالف من أجلها بل أن التحالف جاء من أجل تخليص اليمن من الميليشيات الخارج إطار الدولة بالتالي ما حدث في سقطرة هو أن الصائرات هبطت في مطار سقطرة وسيطرت عليه وكم إنزال سلحة بغيلة مدرعات دبابات وسيطرت على الميناء وكذلك سيطرت على مطار سقطرة وطبعا هذه أفعال لا ندري ما هو المبرر بهذه الأفعال لا ندري لماذا تقوم بها الإمارات بهذا التفزاز لجميع أبناء الشعب اليمنيين الإمارات منذ أن دعمت الإنقلاب في مدينة عدن وهي مستمرة بهذا النهج للأسف الشديد قامت بدعم الإنقلاب في عدن وحينما وحينما تم إفشال هذا الإنقلاب تريد نقل هذه التجربة السيئة التي من خلالها يحاولون إظهار الحكومة أنها حكومة عاجزة أنها حكومة لا تقديم شيء وأيضا تريد تدمير الشرعية تريد تدمير علاقة الشعب مع الحكومة الشرعية من خلال دعم هذه الميليشيات ما يحدث في جزيرة سقطرة عبق إماراتي خالص يجب أن يتوقف ثورا هذا العبث ويجب أن تحترم الإمارات سيادة وأمن ووحدة الأراضي اليمنية وأنا أعتقد أن فخامة الجمهورية وكذلك الشرعية لن تقف مكتوفة الأياد حتى وإن لم يتم الإعلان من خلال وسائل الإعلام لكن هناك إجراءات هناك ورسلات هناك أيضا ما يمكن أن تقوم به الحكومة الشرعية بعيدا عن وسائل الإعلام لأننا في ظل شراسة حقيقية مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربية الذي سيتضرر بشكل مباشر في حال تم التصعيد في وسائل الإعلام لكن الحكومة ليست عاجزة الحكومة لا تقبل بهذه الأعمال التي لا تمثل الدبلوماسية ولا لبرتكونات ولا للمواثيق ولا الاحترام وسيادة الأراضي هل أنا أطرح سؤال هنا هل تقبل الإمارات بأن يتم ما قامت به اليوم في سقطرة هل تقبل أن يتم هذا في أبوظبي أو في دبي أو في غيرها من الإمارات بالتأكيد لا تقبل هل تقبل الإمارات العربية المتحدة أن تأتي دولة أخرى وتقوم بدعم فصيل في أبوظبي أو في عجمان وتقوم بتدريبه وتسليحه ودفع الرواتب إليه ليرفعوا شعار الانتصال من دولة الإمارات الاتحادية دولة الإمارات الاتحادية هي دولة اتحادية مكورة من عدة إمارات وتجربة ناجحة لكنهم يريدون أن يفشلوا هذا المشروع وهذه التجربة في اليمن يريدون للأسبة الشديد إذكاء روح المراقية وروح العصرية ويقومون بدعم المجلس الانتقالي الامتصالي الذي قام بالاستعراض أمس بالاستعراض في مدينة عدن بالاستعراض عسكري وكأن عيدا روس رئيس جمهورية يقوم بذلك الاستعراض بالتالي نقول على الإمارات أن تتوقف وأيضا أن لا تختبر صبر فقامة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية حينما يصمت فقامة الرئيس وحينما تصمت الحكومة ليس عجلا من الحكومة وأيضا ليس أن الحكومة لا تستطيع أن تتحرك وأن تعمل الحكومة تستطيع وأعتقد أن الحكومة لو تحركت وتحدثت فإنها ستوجع الجميع وستتقلب الطاولة على الجميع أرجو أن تتفضل بالبقاء مع أستاذ مختار أعود أخيرا أستاذ فتحي باللزرق إذن يقول أستاذ مختار أن هناك عبث إماراتي خالص في سقطرة وفي مكان أخرى من اليمن أمام ذلك ما برأيك أستاذ فتحي ما هو الواجب عمله في سياق إنهاء هذا العبث يعني تطبيع الأوضاع وتوجيه بوصلة المعركة نحو إنهاء الإنقلاب بالنسبة لي أنا كمواطن لا ألوم الإمارات بالمطلق بالمطلق لا ألوم الإمارات ولا ألوم أي طرف يريد أن يعمل باليمن أنا ألوم الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي الرئيس هادي هو من أتى بالتحالف العربي إلى اليمن وأي ضرر يتسبب به التحالف العربي لليمنيين شكل عام جنوبا وشمالا المسؤول الأول والأخير هو إدارة الرئيس هادي اللحظة التي ستخرج فيها إدارة الرئيس هادي لتقول للناس بأن الوضع في هذه المناطق تحول من نجدة إلى احتلال وقتها الناس ستهم وستدافع عن أرضها اليمنيون أهل عزة وكرامة ولن يقبلوا أن يدوس لهم أي مخلوق على الطرف هذا أمر لا خلاف عليه ومن مثل ما يقول المثل يقرب أو حاجة من هذا القبيل يعني بالمختصر مفيد اليمن أرض الغزاة لم ينلم أي طرف لكن طالما الحكومة الشرعية تتحدث بهذه اللغة من الضعف وتؤكد أكثر من مليون مرة أن العلاقة طيبة مع التحالف العربي وأن هناك تعاون هنا لا يمكن لأي أطراس أو حزبية أو سياسية أو صحفية أن تتحدث وأن تهاجم الإمارات لا يحق لأي حد أن يهاجم الإمارات طالما إدارة الرئيس هادي هي من تغضي الطرف طالما إدارة الرئيس هادي هي من توفر الشرعية للإمارات والسعودية ولا أي طرف دولي آخر نحن كيمنيين نطالب الرئيس هادي نطالب الحكومة أن تطلع بدورها أن تقول للناس ما الذي يحدث أو أن تكشف الحقيقة للناس ونصف ستتصرف وستدفع عن نفسها لكن طالما الحكومة ضعيفة وهشة وتتحدث بلغة مهادنة أنا شخصيا أتوقع أن الأمور تستمر على ما هي عليه ولن يتغير شيء من حال الناس الناس في اليمن بشكل عام رحبت بالتحالف العربي رحبت بالتدخل السعودي والإماراتي في اليمن لكن أن يتحول هذا التدخل إلى ما يضر الناس إلى ما يغطر الحياة سوى في سقاطر أو في غيرها هذا أمر مرفوض أقولها بكل خط الناس في اليمن ترفض أيضا تدخل القطري ترفض المخططات القطرية القذرة في اليمن ومثل ما هي ترفض المخططات القطرية أيضا هي ترفض أي مخططات إماراتية أو سعودية أو إيرانية اليمن بحاجة إلى مساعدة من قبل الشقة لا تدميره سوى كان هذا تدمير إيراني أو غير إيراني على العرب أو على الخليج أو على الدوهال أن تساعد اليمن لا أن تتحول اليمن إلى ساحة وضحة وزاحة تفصيات سياسية أشكرك رئيس سحري صحيفة عدن الغد أستاذ فتحي بن لزرق كنت منع بالهاتف من القاهرة بالعودة إليك أستاذ مختار بوضع اعتبار ما تفضل به الأستاذ فتحي الآن هناك لجنة سعودية وصلت إلى سقطرة يبدو أنها ستمتص الغضب وسيجري النفس ما حدث بعد محاولة الإنقلابية في عدن مطلع العام هل يبدو أن هناك نوع من تبادل الأدوار بين الدولتين القويتين في التحالف العربي لإدارة الأزمة في اليمن أم ماذا يجري بالضبط أولا دعني وضح نقطة قبل أن أرد على سؤالك كنا نتوقع أن تقوم الإمارات بدعم سقطرة بالتنمية والمشاريع لا أن تأتي بالدبابات وتأتي بالمصفحات وتحت المطار سقطرة والميناء بالتالي هذه الأسلحة وهذه المعدات المفترض أن تذهب إلى تحرير سعز أن تذهب إلى تحرير المخاوى والماء الساحل أن تذهب إلى نهم لا أن تأتي إلى مناطق آمنة محافظة المهرة والسقطرة لا يوجد فيها لحوثي ولا يوجد فيها أي انقلاب بالتالي ما تدعي لوصول هذه الأسلحة ما تدعي لاستعراض العضلات في جزيرة آمنة مستقرة بعيدة كل البعد وفي ظل وجود الحكومة بالنسبة لسؤالك وجود اللجنة وكما وردت المعلومات أنها لجنة سعودية إماراتية الإمارات هي طرف كما أن في أحداث عدن تم إرسال لجنة سعودية إماراتية والإمارات مع العلم أن الإمارات هي كانت داعمة لإنقلاب عدن ومع ذلك قبل الجميع بهذه اللجنة بالتالي كيف لنا أن نقبل بإجنة الإمارات هي طرفها الأسلحة التي وصلت إلى سقاطرة ليست أسلحة من المزنبيق ولا من دولة أخرى هي أسلحة إماراتية وجنود إماراتين وضباط إماراتين كيف لها أن تكون جزء من الحل وهي السبب المشكلة بالتالي نقول أن هذه اللجنة التي شكلت ستكون كما تم تشكيل اللجنة السابقة في عدن لم تصوص الغضب وإنها لم يتم حل الميليشيات المسلحة في مدينة عدن وكذلك نخاب حضرمية ونخاب شبوانية وغيرها من النخاب لم يتم حلها لم يتم حل المشكلة وهذا السبب الذي نحن نعاني منه اليوم حينما لم يتم حل المشكلة الأساسية في محافظة عدن انتقلت إلى سقاطرة إذا لم نحل مشكلة ستنتقل غدا إلى شبوة ستنتقل غدا أيضا إلى حضرموت ستنتقل إلى كل المناطق والمحافظات اليمن ليست بحاجة إلى تشكيلات وميليشيات مسلحة اليمن بحاجة إلى دعم أجهزة الدولة مدنية وعسكرية ومن يشكل هذه الميليشيات ومن يدعن هذه الميليشيات هو لديه أجندة خطيرة ويريد أن تبقى اليمن في الاحتراب دائم وأن تخسر اليمن مزيدا من الدماء وأن تكون اليمن ساحة للاحتراب الدولي والاحتراب الإقليمي في اليمن نحن نريد أمن واستقرار نريد أيضا التخلص للميليشيات الحوثية من يتحدث اليوم ومن يرمي الاتهامات لنا أو لغيرنا من يتحدثون عن جندة الإمارات أننا تابعين لقطر أو تابعين لغيرها نحن نقول أننا لا يهمنا أي إشكالية والمشكلة التي حدثت فيها الخليج لا تهمنا بقدر ما يهمنا نحن اليمن قضيتنا هي قضية اليمن فقط ومن يحاول أن يرمي التهام للأصوات الحرة داخل الحكومة هو يحاول إسكاس آخر الأصوات الحرة داخل الحكومة وداخل الشرعية من أجل أن يخل الجو لكل من يتشدق ولكل من يهتف بالناصر ومن يهتف للإمارات وغيرها نحن نقول الإمارات دخلت إلى اليمن من أجل دعم الشرعية وليس من أجل القضاء على الشرعية وهذا ما يجب أن يعرفه الجميع سواء شقعنا في التحالف العربي أو المجتمع الدولي أن التحالف العربي جاء لسبب وحيد وهو سبب تامي تخليص اليمن من الميليشيات الحوثية المرتبطة بإيران ودعم الشرعية وليس القضاء عليها من يدعم اليوم الميليشيات المشكلة في المناطق المحررة ويريد أيضا أن يأتي بتشكيلات مسلحة في مدينة تعز وفي كل المناطق التي تم تحريرها هو لا يريد الخير لليمن هو يريد اليمن أن تبقى ساحة احتراب وأن تأتي بميليشيات لماذا لا يدعمون الجيش الوطني؟ لماذا لا يدعمون أجهزة الأمن؟ لماذا لا يدعم تدريب وتأهيل أجهزة الأمن في وزارة الداخلية؟ وزيرة الداخلية يبدو الجهود جبارة في مدينة عدن وهناك للأسف الشديد من يريد أن يقيل الوزيرة الداخلية هناك من يشترط لدعم الحكومة أن يتم إقالة وزيرة الداخلية والصالح الجبواني وغيرها من الأصوات الحرة نحن سنقف مع الدولة سنقف مع الحكومة سنقف مع فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي الذي لم يتحدث حتى الآن ليس ضعفا ولكنه يريد أيضا أن نحل الإشغالية بهدوء بعيدا عن التوتر وبعيد عن وسائل الإعلام وهذا ما نتوقع عن نجاح خلال فترة القادمة وإلا فإن الحاجة الوطنية لخروج فخامة الرئيس والحكومة لإعلام الشعب وتوضيع الصورة للشعب ستكون واجبة وأعتقد أنه سيؤثر علينا وعلى المسار القضية الوطنية مستشار وزير الإعلام مختار رحب يكنت معنا عبد الهاتف شكرا جزيلا لك كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة في ختام الحلقة تقبلوا تحيات زميل مهل أبو المجد منتج الحلقة وتحياتي وتحيات الطاقم الفني إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر